اهلا اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بانوان ايس ايش الكزء الرابع واللي اعتبر واحد من اقوى السلاسة للافلام الكارتون في التاريخ وده الفيلم اللي هنشوف في مانيو والسيد ودي جو في مغامرة جديدة كلامي ده اكيد شواك علشان كده مش هضيع وقتك وهاقولك يلا بينا نشوف الفيلم الجامد ده بيقول ايه بتبدأ احداث فيلمنا بسينجاب ماسك بندوقه علشان ياكلها لكن فجأة البندوقه بتوع منه وبيفضل يحاول يلاقيها لكن بيقع جنب جبل وبتحصل هزة ارضية بتقسم الجبل نصين والارض كلها بتتأثر وبتتقسم للسبع قارات اللي احنا عارفينهم النهاردة في عالمنا وبيفضل السينجاب يلاحي البندوقه وفي الطريق بتتشكل حضرات كتيرة وبنشوف تماثيل كتيرة وبيوصل للسينجاب في النهاية للمية وبيقع فيها لحت الجليد لكن حتة الجليد بتتقسم نصين وللأسف البندوقه اصلا بعد دهيك كله بتدع منه وبيروح بعد كده ليماني وبنشوفه هو حاسس بحاجة غريبة وحاسس ان الارض بتتهز من تحته وتائل امراته بتطمنه وبتطلب منه انه ما يقلقش واكيد الهزة اللي في الارض دي حاجة طبيعية لكن ماني بيكون هلان جدا على خوخة بنتهم واللي لازم نكون فاكرين اننا شفناه في نهاية الجزء اللي فات وبتتكلم إليه مع ماني وبتقوله انا مش عاوزة قلقك على خوخة يكون زيادة عن اللزوم وحاول تسيب لها مساحتها لشان البنت ما تزهاش لكن ماني بيكون بيحب بنته جدا ولشان كده بيبعاوز زي من يكون متطمن عليها ودي حاجة طبعا بيتكون مدايقة خوخة وبعدها بيروح ماني علشان يشوف بنته فين وقتها بيلاقيها بتلعب مع صاحبها وساعتها ماني بينادي عليها وبياخدها علشان تبقى جنبه وهي طبعا بيتكون زعلانة من طريقته معاها علشان هو دايما ميقفل عليها ومش بيسيبها تامير اللي هي عاوزها وبنشوف ماني وهو بيتكلم مع بنته خوخة وبيقول لها انا مش عاوزك تعتقدي ان اللي بعمله معاك ده تحكم زيادة مني ولكن عاوزك بس تكوني فامة انك مهما كبرتها تفضلي محتاجة وجود ممتك وباباكي جنبك وانا دايما بخاف عليك من اي خطر وعلشان كده مش بحبك تكوني بعيدة عن عيني وبعدها بنشوفها الي السيد اللي بيكونه اتجمعه مرة تانية وبنشوف ابو السيد وهو بيكلم معي وبيقول له انا عاوزك تخلي بالك من جدتك ويديم امتك دلوقتي يا معلم وبعد كده الاسرة كلها بتتحركوا بيني وبينكم سيد اتضايق جدا لما عرف ان عيلته ما رجعتش علشان ولا حاجة ولكن دول كانوا بيدوروا عليه بس علشان يدولوا المهمة بتاعت جدته لكن سيد بيحاول يصبر نفسه وبيقول على الهال اللي عيلتي بقت معايا لكن سيد بعدها بيستغرب لانه ما يعرفش اصلا فين جدته اللي المفروض انه هيخلي بالهم منها وتاء اسرة ماني وعيلة سيد كلهم بيتجمعوا وبنعرف انه ما يبدأوا رحلتهم علشان يدوروا على جدت سيد وخوخة بتستغل انشغالهم وبتاخد وينار صديقها لشان يروحوا يكملوا اللعب وبنشوف خوخة وهي بتلعب مع وينار وبعد شوية بتكون مندمجة في اللعب وبتغبط في ماموستاني في سنها تقريبا وتاء ماني بياخد باله بيروح بسرعة لخوخة وبيزعق لها وبيقولها انت كده دايما مش بتسمعي الكلام وانا نصحتك ما تتحركيش بايد عننا وطبعا دي حاجة بتدقي خوخة وبتحرجها وبعدها بنشوف بابي يحاول ايراضيها لكنها بتفضل تتكلم معا وبيتقوله انت كده دايما بتحرجني قدام اصحابي ومش بتهتم بشكلي قدامهم وبتقوله كمان انها بتكرهوا وفجأة الصخرة الجالدية اللي هم وافين عليها بتتقس من الصين وبيقع ماني والسيد ويديجو على جزء من الصخرة وبقى العيلة بيكونوا على الجزء الثاني من الصخرة وبقى ماني بيقول لهم ما تخافوش علينا وحاولوا انتو توصلوا لمكان امان عند الجسر واحنا نحاول نتصرف ونحصلكم هناك وبيفضل ماني ومعها السيد ويديجو يقوموا بقطعة التلج اللي هم عليها وبتقابلهم في الطريق اهوال كتيرة لكن بيقدروا يتغلبوا عليها بشجاعة وكمان بيقدروا اخيرا يلاقوا جدة سيد اللي كانوا بيدوروا عليها وبيكون نيمة في جزء الشجرة وبيشوفوا بعدها الطائر وبيعرفوا تانهم قربوا من الارض ويكونوا قريب في امان لكن اللي هم ما كانوش يعرفوا ان الطائر ده كان جسوس لمجموعة من القرصنة اللي بيكونوا بعتيني الطائر ده علشان يشوف لهم الدنيا فيها ايه وبرجع الطائر يبلغ القرصنة ان فيه وليمة جميلة جاية لهم في السكة وبنفهم طبعا ان الوليمة دي هي السيد وديجو وماني وللأسف بيقدر القرصنة انهم يمسكوا ماني وديجو وسيد وبيربطوهم وبيتكلم معهم الارض القادل القرصنة وبيقول لهم اختاروا براحتكم يا حلوين اهما ناكلكم دلوقتي او انكم تشتغلوا معانا وتبقوا من رجالتنا وتام ماني بيرفضوا بيقولوا احنا نختار اننا نموت افضل من اننا نساعدك في اعمالك الشريرة وساعدها الارض بيقرر ينفس تأديده وبيخلي المساعدين بتو يربطوهم جامدة لشان يموتوهم وبيختاروا انهم يقتلوا اول واحدة جدة سيد لكن وتادي جو بيقدر يقطع الحبل اللي هو مربوط به وكمان ماني بيقدر يحرر نفسه وبيجمه بمنتهى القوة على القرصنة وساعدها ماني بيوقع جزء شجرة ضخمة في نص السفينة ومن قوة جزء الشجرة وتقل وزن السفينة بتتقسم نصين وكل الحاجات اللي القرصنة كانوا سرقنها بتوع من المركب وبتنزل في المية وتال قرصنة بيبقوا على لح تلج وفيه لح تلج تاني بيكون عليه ماني وسيد وديجو اللي بيلاحظوا ان فيه نمرة كانت مع القرصنة واقت في المية وكانت هتغرق وساعدها بيضطروا ينقذوها بدل ما يسيبوها تموت وبنشوف الارض وهو عمال يهدد ماني وبيقول له اخليك تندم على اللي انت عملته ده وبنرجع مرة تانية لخوخة هي وباقي الحيوانات وبيكونوا في طريقهم علشان يروحوا عند الجسر ويقابلوا ماني هناك زي ما اتفقوا وباللين لما كانوا بيسترياحوا من تعب المش بتتقابل خوخة مع الماموس اللي كانت خبطت فيه قبل كده وبيتصحبوا كمان بيتفقوا انهم يبقوا يتمشوا مع بعض وبنرجع مرة تانية لماني ومجموتو اللي بيفضلوا يعوموا لحد ما بيوصلوا لجزيرة وبيبدأ ماني يتكلم معاهم وبيقول لهم احنا ما قدمناش اي حل تاني غير اننا نعمل سفينة علشان نقدر نستخدمها ونرجع بيها لأهالينا وفجأة نمرة الشريرة اللي انقذوها بتحاول تهرب وبنعرف ان اسمها الشيرة وقتا دي جو بيطلع يجري وراها وبيقدر يوصل له وبيقرروا يحبسوها وبعدها دي جو بيكتشف ان القراصنة قدروا يوصلوا لنفس الجزيرة اللي ام عليها وبنعرف كمان ان القراصنة الاشرار بيستغلوا حيوانات الامستر اللي عايشة فوق الجزيرة دي علشان يصنعوا لهم سفينة ويقدروا يرجعوا تاني لنشطهم الاجرامي وبنشوف ماني وهو بيتكلم مع سيده دي جو بيقول لهم دي كده فرصتنا يا شباب ولازم لما المركب دي تتعمل نسرقها احنا علشان نرجع لأهلنا وكمان ماني بيتعمل مع الموقف بزكاء وبيقدر يتكلم مع حيوانات الامستر وبيقناهم يساعدوهم في بناء السفينة وبيهرفهم انهم مش اشرار ومش هيستخدموا المركب في اي حاجة وحشة وانهم بس عوزينها علشان يرجعوا لأهلهم ولما بيجي الليل بينشوف دي جو وهو بيتكلم مع شيرا وبيقول لها ان الحياة مع القرصنا غلط وان كل اللي بيعملو ده يعتبر سرقة وكمان بيقدم لها مية لانه بيحس انها عطشانة والصفح بنشوف مجموعات الامستر وهم بيزبطوا الخطة اللي هينفزوها لكن في الوقت ده ماني ودي جو وسيد بيكتشفوا ان شيرا هربت واتا بيستنتجوا ان اكيد شيرا راحت علشان تبلغ الارد بمكانهم وفعلا ده اللي بيحصل وبينشوف شيرا وهي بتتكلم مع الارد لكن الارد بيفضل يزعى لها وبيقول لها ايه فايدة ان كتيت قوليلي ان الماموس والنمر موجودين هنا كان لازم تأتيليهم وكمان بيطلب منها انها ترجع بسرعة علشان تقتل دي جو وبيقول لها لو ما قتلتيش النمر ده ما ترجعيليش هنا ومش هايزة اشوفك تاني وبعدها بتبدأ خطة الامستر وبينشوفهم وهم معاهم ماني وبيبدأوا يقربوا من السفينة وساعة الحيوانات اللي على السفينة بتنزل علشان تحاربهم وبيقدر دي جو يحرر حيوانات الامستر اللي كانت القرصنة حبسنهم وفي نفس الوقت ده بينشوف سيد هو وجدته وهم بيفك الحبال بتاتي السفينة لكن سيد بيغربه وبيسيب الحبال وبيفضل يأكل دود وبعدها الارد بيكتشف ان ماني خدعهم وان اللي هاجم عليهم دامش ماني الحقي وفي الوقت ده اصلا ماني بيكون خد سيد اللي كان عنده شلل مؤقت بسبب انه اكل نوع سام من الدود وبيتحركوا بسرعة لشان يلحاول المركب اللي كانت بدأت تتحرك فعلا بعد ما الحبال بتاعتها تفكت والارد بيكون بيجري بسرعة علشان يلحق المركب وفي النهاية بيقدروا يوصلوا قبل المركب ما تبعد عنهم وبناخد بالنا كمان ان دي جو قدر يقنع شيرا ناتي سيب الاصابة الشريرة لكن لما كانوا عاوزين يلحق المركب وقتال ارد اخد باله ورح علشان يهاجم دي جو لكن شيرا ضحد بنفسه وافت هي علشان تعطل الارد وقتال ارد يكسر جبل جليد كبير علشان يستخدمه كمركب والرجال تونهم لازم في اقرب فرصة يتلو ماني والسيد ودي جو انهم بقوا فعلا خطر كبير عليهم ومش عاوزين ننسى في وص الاحداث ان في نفس الوقت ده خوخة وباقي الحيوانات مكاملين في طريقهم علشان يوصلوا للجسر ويتقابلوا ناكماماني ومجموعته وبنشوف خوخة هي والماموس بيدخلوا جوا كهفه معهم اصدقائهم وفجأة الكهف ده بيكون هينهار عليهم لكن بيقدروا يلحقوا نفسهم في اخر لحظة وبنشوف جدة سيد وهي على المركب ويتكون عمالها ترمي فكهة في المية وبتقول انها بتأكل حيوانها الاليف لكن كلهم بيفكرواها ستة عجوزة وبتخرف بسبب ان ما فيش اي حيوانات زهرة في المية لكن مناخد بنا ان فعلا فيه حيوان بيأكل الفكهة اللي جدة سيد بترميهاله بس الباقيين مش وغدين بالهم منه وبعدها خوخة والحيوانات اللي معها بيقدروا يوصلوا للجسر وبيفرحوا جدا لكن فرحتهم دي مش بتكمل لانهم بيلقوا الجسر يتهدوا مش هينفع خالص انهم يعدوا عليه وفي نفس الوقت ده ماني ومجموعته بيكونوا وصلوا للناحية التانية من الجسر وبرضو بيزعلوا جدا لنفس السبب وفجأة ماني بيشوف خوخة قدامه بيفرح جدا لكن بسبب الشبورة مش بيكون شايف ان خوخة مش لوحدها ولكن الاردي زي ميل قرصنا وراها ووقتها الاردي بيهدد ماني وبيقول له لو ما استسلمتش انت ومجموعتك اقتل بنتك وبيفضل الاردي يدايق ماني ويقول له انا حزلتك من البداية وقلت لك ان يا خليك تتفعت من لعبك معي واستحمل بقى يا جميل اللي هيحصل لك وقتها ماني بيتنرفس جدا لكن بيكون خايف على بنته بيثبت ماني لخوخة انه بيحبها اكتر من نفسه واني نصيحه لها ما كانتش تحكم ولا حاجة ولكن كان خوف عليها ولشان كده ماني بيسلم نفسه للاردي وبيقول له خدني انا مكان بنتي والقرصنا وقتها بيمسكوا ماني وبيربطوه بسرعة لشان ما يقومهمش والاردي كمان بيقول لي ماني انا اتحكت عليك معلم وكده كده اقتلكم كلكم وده بيشوف موقف شجع من القنفة صاحب خوخة اللي بيروحه بيدرب الاردي بالشجع بتاعه في رجله وقتها الاردي بيسيب خوخة وماني كمان بيستغل الفرصة وبيفك نفسه من الحبال اللي كان مربوط بيها وبتبدأ معركة شرسة بين ماني ومجموتو دد القرصنة وبيفضلوا يضربوا ببعضه بنشوف سيده جدته بيحاولوا يساعدوا ماني لكن رجالة الاردي بيكونوا اقوياء وقتها الجده بتنادي على حيوانها الاليف اللي هيعملها تأكله التولي الطريق واللي المفروض انه تحت المية وهنا بيتكون المفاجأة وبنكتشف ان الجده فعلا عندها حيوان الاليف تحت المية مش كده وبس احنا بنكتشف ان الحيوان ده حوت ايملاق وقتها سيده وجدته بيستخبه جوه بق الحوت وبعدها بتظهر شيره وبيتروحها لشان تساعد يجوه وسياتر رجالة الاردي بيارفوا ان شيره خلاص بقت ضدهم وقتها رجالة الاردي بيحوته ماني كل المجموعة اللي معاه وهنا بيتكون المفاجأة وبيظهر الحوت الاملاق من تحت المية وبيبدأ يهاجم الاردي وكل القرصنة واللي بيكونوا متفاجئين جدا ومش هالفين الحوت ده تلالهم منين وحتى ماني نفسه ومجموته بيكونوا مستغربين جدا من ظهور الحوت وبنشوف السيد وهو عمال يلف بسرعة جوه بق الحوت وبيخلي الحوت يدخ المية من بقه في اتجاه القرصنة ودخ المية بيكون قوي كل اللي المية بتيجي فيه بيقع لكن بيقدر الاردي في النهاية يرجع للسفينة وللأسف بيقدروا ياخدوا ايلي مرات ماني راهينة معاهم وبيقرر الاردي انه حتى لو تزمها يقتل ايلي علشان يحرق قلبي ماني عليها وانا بيشوف شجاعة كبيرة لخوخة على الرغم ان السناس صغير وبتقدر انها تلف بسرعة وبتغبط الاردي خبطة جمدة بيتوقعوا بيتحرر امها وبعد كده ماني بيتكلم مع كل الحيوانات اللي معاهم وبيقول لهم يلا بسرعة لشان نلحق نركب المركب وفعلا بيقدر ماني يعدي الحيوانات لكن لما بيجي هو يعدي الاردي بيقطع طريقه وللمرة التانية بيتدور بينهم معركة قوية وبناخد بنا النجابة للجليد اللي جنبهم اينهار خلاص وبسبب حركة الزقور بيترفوا هما الاتنين وبتفضل معركتهم مستمرة فوق حتة الجليد اللي هما بيتحربوا عليها وبتكون حتة الجليد عمالها تجري بيهم وبيفضلوا يضربوا في بعض الشوية لكن للأسف في النهاية بيقدر الاردي يوقع ماني وبيمسك خشبة وبيكون خلاص هي موته وهنا ماني بيستخدم زكاءه وبينطها للطرف الصخرة ووقتها بسبب تقلي وزنه الصخرة بتترفع جامد من الناحية التانية والاردي بيتير وساعتها ماني ولا اقدر لعيب راكت بيدرب الاردي ضربه وهو في الحواب يتطير الاردي بعيد وبيخلص من شره لكنه اتا قطعت الجليد اللي ماني عليها بتتكسر وبيكون ماني هيقع خلاص ويموت بس وقتها بيظهر الحوت الضخم وبينقزه في اللحظة الاخيرة وبيرجع ماني اسرته من تاني وكمان شيره بتقرر انها هتيش مع دي جو وبهي المجموعة وبعدها بنشوف الحوت هو بزوء السفينة لحد ما بيقدر يوصلهم لجزيرة الهامستر اللي بيكونوا مرحبين بيهم جدا خصوصا بعد ما ماني ومجموتو ساعدوهم ضد القرصنة وبيعيشوا كلهم مع الهامستر على الجزيرة في سلام وامان وبس كده بيخلص سلمنا اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا ما تبخلش لنا باللايك تشجيعا لنا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول واستنونا في فيلام كتيرة جاية قريب واشوفكم على اخير ومع السلامة